الناتو يخطط لإعادة نشر قدراته العسكرية في جناحه الشرقي قال مسؤولون ودبلوماسيون إن من المقرر أن يبلغ حلف شمال الأطلس أن يبلغ حلف الأطلس قادته اليوم الأربعاء بأن عليهم وضعوا خطط جديدة لردع روسيا عقب غزوها أوكراريا بما يشمل مزيدا من نشر القوات والدفاعات الصاروخية شرق أوروبا ذلك وفقا لوكالة رويتارز للأنباء وبينما نشرت عشر دول كبرى في الحلف من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المزيدة من القوات والسفن الحربية والمقاتلات في الجناح الشرقي ووضعت المزيد على أهبة الاستعداد فإن على الحلف أن يبحث كيفية مواجهة الموقف الأمني الجديد في أوروبا على المدى المتوسط ومن المقرر أن يطلب وزراء دفاع الحلف تلك الخطط في اجتماع بمقر الحلف في بروكسل قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع من قمة لرؤساء وزعماء دول الحلف في بروكسل في الرابع والعشرين من مارس أذار بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر